وزارة الداخلية المحترمة تقول لنا إيه اللي حصل لكن لغاية دلوقتي يجب أن نتذكر شهدانا ونترحم عليهم وطبعا هذه المنطقة الغالية من مصر استشهد فيها الكثير من العسكريين والمدنيين حفاظا عليها وحفاظا على أمنها وأمانها وهذه المنطقة رأيي أنها أصبحت جاذبة لحقد الكثير من السواد لأنه كانوا دايما عايزين العريش دي تبقى منطقة فشلة الناس ما تنزلش الشارع الناس ما تروحش شغلها المرافق ما تتحركش لغاية أما الدولة المصرية استطاعت أنها تؤمنها تأمينا عظيما وتبقى الحياة في العريش زي أي مدينة في مصر زي أي مدينة في مصر وفيها المصيف بتاعتها السنة دي والناس بتروح البحر وكل شيء فيبدو أن هذا وأنا بقول يبدو وحط بين يبدو دي علامتين أو قصين كبار أنه هذه العملية ممكن تكون في هذا الإطار إيه اللي حصل بالزبط؟ أول ما يطلع بيان وأنا أحترم يعني أنه البيان ما طلعش لغاية دلوقتي لظرف أول آخر يوم ما يطلع الوقت ما يطلع البيان أنا حقرعه ولكن عندنا كذا معلومة أنا يعني حاولت أنا قبل ما أدخل قلت له مقلب الدنيا هتولي أي شيء نقدر نتكلم فيه عن المسألة دي تكون ببعض التوثيق فده التوثيق اللي عندي ثلاثة شهداء وعدد كبير من المصابين ماذا حدث بالزبط في العريش؟ أنا أثق في دولاتي المصرية الدولة تقول لي عمر اللي حصل من الساعة سبعة للساعة تلاتة الدور النهاردة واحد اتنين تلاتة اربعة تحت أمرك تحت أمرك لأنه لا سبيل لأي حد لأي حد من التأكد من اللي حصل غير الداخلية المصرية هم الوحيدين اللي يقدروا يقولوننا ماذا حدث بالزبط والتفاصيل إنما كمواطنين إحنا بنحيي قواتنا هناك سواء كانوا من الشرطة أو من الجيس إحنا وقفين وراهم إحنا بنترحم على شهداءنا بنتمنى إن شاء الله المصابين يعني يقدروا يخرجوا في أقرب وقت ممكن لو في شيء إحنا كلنا متكاتفين فيه ويعني وفهمينه صح وقادرين إن إحنا نعبر عنه هو موقفنا ضد الإرهاب جميعا كلنا فدى بلدنا في هذا الأمر